ما الدليل على نبوة آدم عليه السلام؟ يجب اعتقاد أن سيدنا آدم عليه السلام هو أول الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى في سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين أي اختار الله تعالى آدم ونوحا للنبوة والرسالة وقال تعالى في سورة نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فنوح بنص القرآن رسول فيفهم من قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا أن اصطفاء آدم هو من نفس جنس اصطفاء نوح الذي هو بالرسالة والنبوة ويشهد لنبوته حديث الترمذي آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لواء يوم القيامة وأجمع المسلمون على نبوته عليه السلام فمن أنكر نبوته فهو كافر بالإجماع كما في كتاب مراتب الإجماع